أعلا بيكو معكم محمد عمر أحضر نهارة تمرين البطن كاملة مش نصايح بس لتمرين البطن أو الحاجات دي لأ دي تمرينة كاملة هتاخد منك من 3 ل 5 دقيقة بس ممكن تعملها من مرتين لأربع مرات في الأسبوع أنا نفسي أعمالها مرتين بس وساعات كمان مرة وبتعمل نتيجة فهاشرح كل تمرين فيها بالتفصيل بحيث ان انت تستفيد من كل تمرين أقصى استفادة ممكنة فالتمرين دي بتكون على شكل سيركت سيركت يعني انت هتخلص من تمرين وتخش في التمرين اللي بعده وبنبدأ من الأصعب فالأسهل أي سيركت لازم تبدأ بالطريقة ديت لان انت قرية دي بتبع تعيبت فبتبع عايز حاجة أسهل يعني كأنك بتعمل دروب ست فأول تمرين هتبدأ هو التمرين بتاع البور انت هتعمل هانج نيريز تتعلق في البور بالمنظر ده وقت دي انت ترفع رجبتك عند الصدر لو في مرية قدامك اتأكد ان انت خلفية رجلك هتكون بينه وحاول ان انت تنزل بكنترول تنزل ببطء كلما صعبت التمرين على نفسك كلما العدات بتاعتك بتقل اه مش هتعمل تلاتين او اربعين عدد زي ما انت متعود ممكن تلانسك بتعمل من تمع لعشر عدات ولكن النتيجة بتكون احسن بكتير والوقت اللي هتوفره هيكون احسن بكتير وفي نفس الوقت مش هتعمل تحميل جامد على المفاصل بتاعتك ملهوش لازمة بعد ما خلص تمرين البور هنزل على طول على ارض ممكن تريح يعني من عشر لعشرين ثانية لو انت محتاج وهتبدأ ان انت تنفذ التمرين اللي بعد اللي هو يعني اعمل قبله كده وعمل اطالة قبله بشوية حاول انت توصل لمشت رجلك علشان تنفذ التمرين بالشكل المزبوط وهتبتدي ان انت تطلع في كل عدة هتلمس مشت رجلك وهتنزل تاني ورجبة عندك هتكون مفروضة فبدا بيحتاج لمرونة شوية عشان تحس بالتمرين اكتر واكتر حاول ان الزمن اللي انت بتنزل ايجا في رجلك ودراعك ودارك كلهم يكونوا فنفس الوقت كلهم هنزلوا مع بعض وكلهم هتلاعوا مع بعضgrandاك بتفتح كتاب وبتقفلوا التمرين اللي بعد اللي احنا ممكن نعمله هيكون اثر شوية من برضو على الارض ولكن ساعتها هنتني بقى الرقبة بتاعتنا فهنوصل الرقبة للسطرة هيكون وضع الرقبة ووضع الرجل شبيه بالوضع بتاع التمرين اللي احنا عملناه على البار وامتعلقين على البر هنعمله على الارض وبرضو موضوع التوقيت ده بيكون مهم جدا وحاول ساعتا ان انت تتوصل ايدك للارض حاول ان انت تلمس الارض بايدك في كل عدة بعد ما هخلص نوع الـ V-SETIPS ده تبتدي ان انا هعمل الـ Russian Twist طبعا ممكن تفصل 10 أو 20 ثانية بين كل التمرين والتاني مش غلط خالص وبعد كده تعمل الـ Russian Twist ان انت هتطلع جسمك في الوضع ده وهتبتدي ان انت تتوصل ايدك الاتنين للارض هتلمس الارض في اليمين والشمال وتحاول تعمل twist او لف على قد ما تقدر تحاول تروح ابعد شوية كمان فهتشغل عضلات البطن الجانبية اكتر واكتر بعد كده ممكن تعمل تمرين ثباتات ان انت هتعمل زي hold او ثبات في الوضع ده اللي هو وضع الholo body خلي دراعك يكون بالمنظر ده في الجنب وبعد كده هتعمل نفس الموضوع وانت دراعك يكون وراه ممكن تثبت كده 10 ثواني او 10 تنفسات تاخد نفسك شهيك وبعد كده زفير 10 مرات او 5 مرات في الوضع ده في الوضع اللي بعده بعد كده اخر حاجة ممكن تعملها ممكن تخلص ببلانك احلى بلانك ممكن تعمله هو البلانك اللي هو الممتد دوت اللي هو بيبقى رجلك بعيدة عن كوعك ابعد كوعك عن رجلك على قد ما تقدر فده طبعا هيخلي التمرين اصعب بكتير وعضلات الكور وعضلات البطن هتكون شغالة بطريقة اكتر بكتير علشان تحافظ على البلانس او تحافظ على جسمك في الوضع بتاع البلانك بعد ما تخلص البلانك ممكن ساعتها تريح من دقيقة لتلات دقايق لو محتاج ما فيش اي مشكلة وبعد كده تعمل سيركيت تانية ممكن تعمل من سيركيت لتلاتة انا عن نفسي ما بزودش عن اتنين لو انت عايز تعمل تلاتة واربعة مش غلط خالص لو حصيت ان الموضوع بقى سهل راجع الفورم بتاعك شوف بتعمل فورم مزبوط ولا لا لو الفورم مزبوط والموضوع لسه سهل ممكن ساعت ان انت تستعمل اوزان تحط انكل ويتس في رجلك وتبتدي تعمل الموضوع بس انا ما بعملش كده لان انا بركز في التمرين فالتمرين بالنسبة لي فعال من غير مزود وزن فحاليا انا بعمله من غير وزن خالص فطبعا هلعب تمرين البطن دوت امتى ضروري ان هو يكون في اخر التمرين احسن توقيت تمرين البطن بيكون بعد التمرين في رأيي اعمله مع كارديو مثلا اليوم ده انا بعمل في كارديو بعد كده هعمل تمرين بطن او سواء انت خلصت مسلا الجسم العلوي وبعد كده عايز تعمل تمرين بطن فانا بفضل ان هو يكون في اخر حاجة في التمرين وبيخدش منك وقت كتير زي ما احنا قلنا فابدأ ان انت نفزه ودخله في الروتين بتاعك ما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب ومنساش تشغل جرس التنبيهات ونشوفكم في الفيديو اللي بعده اللي عايز متابعة بخصوص التمرين مش عارف يبدأ ازاي فهيلاقي رابط في الشرح ممكن يعمل معنا اونلاين ترينج لو حد عايز برنامج ممكن يتنفس في الجيم فرابط برضو في الشرح لو حد ما عنده الجيم وعايز تمرن في البيت فهيلاقي رابط البرنامج برضو في الشرح